وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حكب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 494 قاضية تمونية بمضبطات بلغة 184 طن وفي مجالي حكب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط 143 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية فقد تم ضبط 41 طن وفي مجالي قضايا المخابز فقد تم ضبط 733 قضية من بينها 78 قضية خبز ناقص الوزن و76 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتدول القمح المحلية فقد تم ضبط 12 طن أقمح محلية